مرحبا موليد برش السرطان بدنا نحكي هلأ عن شهر نيسان أبريل يلي هو بالنسبة لإلكون شهر كتير كتير مهم من الأشهر المهمة يلي يمكن خلاله كتير من موليد برش السرطان عاشوا وشهدت حياتهم تغييرات أو أحداث كتير مهمة شهر نيسان أبريل الشمس بتكون موجودة فيه ببرش الحمل بيت العاشر وبعدين بتروح لبرش الثور منشان هيك أنا بقصم الشهر إلى جزئين الجزء الأول من تاريخ واحد حتى تاريخ تسعة عاش بهذه السنة بشهر نيسان مش كل سنين مثل بعضها إذا من تاريخ واحد حتى تاريخ تسعة عاش الساعة تحديدا خمسة بعد ظهر توقيت بيروت يلي هو توقيت صيفي ثلاث ساعات صار فرق جزء أول متعب أتعب من الجزء الثاني الذي يبدأ بتاريخ تماما تسعة عاش ساعة خمسة بعد ظهر حتى آخر الشهر الشمس بتكون موجودة ببرش الثور والأجواء بتصير أريح ومهمة جدا الجزء الأول خلونا نحكي ونقصم الشهر إلى جزئين لحتى تكون واضحة عنكم الأمور بشكل واضح بعطيكم بعدين الموليل أكثر حظا وبعطيكم الأيام الأكثر والأقل حظا الجزء الأول الشمس موجودة ببرش الحمل لدينا كسوف للشمس ببرش الحمل بتاريخ 8 لدينا كوكب الزهرة موجود ببرش الحمل هذه مسألة رائعة لدينا تراجع لكوكب عطارو ببرش الحمل لحسن الحظ لدينا مثلث كثير قوي من سحل ونبتون لدينا تأثيرات حلوة واصلة لكم من المشتري بجميع الأحوال الجزء الأول بيظلوا متعب مش بالضرورة معاكس لكن متعب بيحمل لكم مسؤوليات كبيرة على الأرجح عائلية ومهنية ومتطلبات وظروف طارقة بتنشغلوا فيها بالتعبكن كسوف الشمس بالبيت العاشر بلكون انتبهوا في بعض القصص المهمة يلي عم بتدق بابكن يلي بتطلب منكم تكونوا وعيين أكثر تهتموا بالناس الحواليكن خاصة بأشغالكن فكسوف الشمس اللي هو بتاريخ 8 بيقلكم انه تأثيره مش بس بتاريخ 8 عم يعطي جو واسع تقريبا لهذه الفترة لحسن الحظ يلي رح بيساعدكن كتير 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 هو كوكب الزهرة تدخل كوكب الزهرة بالبيت العاشر حد الشمس وحد هذا الكسوف رح بيغير تقريبا مجرى الأحداث يمكن تنغرموا بشخص موجود حولكن يعني عم بيفتلكم نظركن من زمان أو بتتعرفوا على أشخاص أو بيمشي حالكن بمسألة مهنية أو حتى اجتماعية نجمكم بيصير قوي جدا كوكب الزهرة بالبيت العاشر يلفط الأنظار وخاصة على يلفط الأنظار لأمور موجودة عندكم إن كانت مهارات إن كانت قدرات إن كانت نجاحات إن كانت هوايات عندكم إياها كل هالأمور هذه كوكب الزهرة بيقدر يطلعها منكم ويتبين للمجتمع طبعا إذا حابين إنه حياتكم المهنية تتطور الجزء الأول بيقدر يساعدكم كل هذا الشهر بيساعدكم لأنه كوكب الزهرة رح بيكون كل هذا الشهر موجود بالبيت العاشر كوكب المريخي اللي موجود في بيت في برج مائي ببرش الحوت إلى جانب سحل وأيضا النبتون عم يعطيكم مثلثات كتير قوي مولي برش السرطان أنتو طاقتكن هذا الشهر رح بتكون كتير مميزي وجذابي بشكل هائل فما تستخفوا بحالكم بتاتا يلي عم يدور على شغل يلي حابب يتزوج أو أي شيء شهر متعب لكنه مثمر جدا وما رح تاخدوا إلا يلي مش رح أقول الصعب المنال لكن توصلوا يعني الأمور ما رح توصل لعنكم على طبق من فضة بتتعبوا شوي لكن رح بتكونوا مرتاحين ومبسوطين جدا وجدا وجدا الجزء الثاني من تاريخ 19 الساعة 5 بعد الظهر حتى آخر الشهر الشمس موجودة ببرش الثور صديق جدا لقلكم بساعدكم بشكل هائل فترة ممتازة كوكب الزهرة بعده بالعاشر المريخ بعده بالحود الزحل بعده بالحود تأثيرات ولا أروع من هيك حتى المشتري الموجود بالبيت رقم 11 عشان بساعدكم اجتماعيا وبكل النشاطات اللي عم تشتغلوا فيها أضف إلى ذلك أنه في عنا أمر مكتمل في برش العقرب اللي رح بيضوي على أكثر من طاقة ومهنة وأمنية عندكم إياها أو حلم عندكم إياها هذا الأمر المكتمل في برش العقرب رح يعطيكم يحقق لكم الأمنية فينا نقول فلكياً اللي أنتو بدكن إياها تأثيرات رائعة فلكية داعمة للكون بتربط الفلك كله ببعضه لحتى تحققوا اللي بدكن إياه هذا الأمر المكتمل هو بتاريخ 23 فترة رائعة إذن الجزء الأول مهم جداً متعب لكنه مهم جداً الجزء الثاني رائع بيضوي على ضحكتكن على بسمتكن بيعطيكن كل اللي بدكن إياه بسهولة الناس إلى جانبكن وتأثيرات هالأمر المكتمل اللي هو كوكبكن الحاكم الأمر رح يعطيكن مفاجآت سارة عاطفية عائلية بشغل بعمل بتوفيق بكل أعمالكن يعني أكثر من هالمفاجآت الحلوة أنا بعتبره شهر مميز مع أنه فيه كسوف للشمس في البيت العاشر لكن بيحرز منكم كل الطاقات المواليد الأكثر حفظاً كلكن محظوظين لكن خمسة ستة سابعة ثمانية وتسعة تموز يوليو عندها دعم كتير مهم من كوكب السحل وبالتالي فيها تكون من المواليد الأكثر حفظاً رح جرب طلع فيديو بيت أخرى لهذا الشهر لحتى تيخذوا فكرة كل الأبراج عن تفاصيل أخرى الأيام الأكثر حفظاً والأقل حفظاً التوقيت يلي بدي أعطيه وتوقيت عالمي بتزيده ثلاث ساعات بتحصلوا على توقيت بيروت الصيفي يعني إذا ساعة أربع صباحاً بتكون توقيت بيروت هو توقيت عالمي توقيت بيروت بيكون سبعة صباحاً خلونا نبلش بالأيام الأكثر حفظاً تاريخ خمسة من الساعة 11 وربع صباحاً حتى تاريخ سبعة 11 ونص صباحاً يعني قبل الظهر تاريخ 13 الأمر ببرشكون الساعة 6 إلى ربع بعض الظهر حتى تاريخ 16 2 ونص صباحاً فجراً تاريخ ممتاز هو تاريخ 23 من الساعة 3 و3 بعض الظهر حتى تاريخ 26 ساعة 41 دقيقة فجراً الأيام الأكثر تعباً انتبهوا تاريخ 1 من الساعة 4 صباحاً فجراً حتى تاريخ 3 ساعة 9 و10 صباحاً قبل الظهر تاريخ متعب هو تاريخ 7 من الساعة 11 ونص صباحاً حتى تاريخ 11 و24 دقيقة صباحاً يعني قبل الظهر تاريخ فارغ من الحصوص انتبهوا منه تاريخ 11 من الساعة 1 الظهر حتى تاريخ 13 ساعة 6 إلا الربع المساء تاريخ متعب تاريخ 21 ساعة 13 فجرا حتى تاريخ 23 ساعة 3 و 3 بعد الظهر تاريخ متعب 28 من 49 دقيقة صباحا حتى تاريخ 30 3 و 3 مساء يعني أنا بعتبره شهر كتير مهم كوني أنا أيضا موليد برشق السرطان سوف أنتظر هذا الشهر وإن شاء الله بيحملكون ولألنا كل الأخبار السارة المزيد من التفاصيل إن شاء الله بفيديوهات أخرى بري بري سون إذا قدرت إن شاء الله هذا ما يتمنى وبالأبراج الأسبوعية وأيضا الأبراج اليومية إلى اللقاء باي باي